اشتركوا في القناة كل ما فيها من اولها الى اخرها كما قلنا ملك لله عز وجل كنوز الدنيا وما فيها ملك لله عز وجل فمن الممكن ان يعطي الله عز وجل الناس قسمة متساوية من المال ومن نعمه ولكنه ما اراد ذلك هل لفقر في خزائنه لا قال الله عز وجل واتينهم ما ان مفاتحه لتنوه وكذلك الان مليارات الدولارات موجودة بين الناس بل ان اغنياء المسلمين اليوم لو وزعوا زكاة اموالهم على فقراء المسلمين حينما ترى في المجتمع الاسلامي فقيرا من اجل ذلك نرى ان الله تبارك وتعالى خزائنه مملؤة لا تنفذ ولذلك نرى ان الله عز وجل حينما يقول الحديث في الحديث لو ان الناس جميعا قاموا فسألوا الله تبارك وتعالى مسألة رجل واحد لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وطلبوا منه مطلب رجل واحد كل واحد يريد مسألته كل واحد يريد مسألته واعطاه الله تبارك وتعالى مسألة كل واحد لا ينقص من ملك الله تبارك وتعالى الا كما ينقص المخيط من اذا وضعته في البحر اذا ملكوت الله وخزائنه لا تنفذ ولكن الله تبارك وتعالى جعلك غنيا وجعل غيرك فقيرا وجعل هذا قويا وجعل هذا ضعيفا وجعل هذا عزيزا وجعل هذا ذليلا كما قال ربنا تبارك وتعالى لنبلوهم ايهم احسن عملا وحينما ترى تصريفات الملكية في خلق الله تبارك وتعالى تتعجب ولابد ان توقن بان الله عز وجل لا يظلم ربك احدا فقد يعطيك السلطان والجاه والمال ليرى تصرفك في خلق الله وهكذا وجد حينما كان اصحاب الجنة في سورة النون والقلم وما يسترون كان هناك رجل غني له بستان وكان له ثلاثة اولاد هذا الرجل حينما كان يزرع ويأتي يوم الحصاد يأخذ الحصاد فيقسمه ثلاثة اثلاث ثلث له ولعياله وثلث يرجعه في الارض حتى يزرعه مرة اخرى وثلث يتصدق به على الفقراء والله تبارك وتعالى حفظ له هذه الجنة بهذه القسمة العادلة ولكن الله يريد ان يعلم الناس جميعا ان من لم يمشي على منهج الله ويحترم قدر الله فيه فان الله يبدل غناه فقرا ويبدل قوته ضعفا ويبدل عزته ذلا لما مات هذا الرجل الموقن بحكم الله عليه وقدره فاذا ابناءه لم يفعلوا ذلك كما فعل وانما ارادوا ان يأخذوا حق الفقير ولم يعطوا للفقير شيئا ولذلك احرق الله جنته وبستانهم وضربها الله مثلا في قرآن حينما قال انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا لا يصربوا انها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم وتنادوا مصبحين ان اخدوا على حرثكم ان كنتم اذا الله تبارك وتعالى جعلها نارا وهم لا يدرون في الليل ويريدون ان يذهبون خفية حتى يمنعوا حق الفقراء فما كان من الله الا ان يحرمهم ثم قال اوسطهم الم اقل لكم لو لا تسبحون لو لا تسبحون لو لا انكم تعلمون ان هذا رزق من الله فتؤدوا لعباد الله حقه من مال الله ولكنهم قالوا واعترفوا بل نحن محرومون حينما نرى هذه المعاني في تصريفات الله في كونه فلابد ان نتأدب باداب كبيرة مع اسم الله الملك حتى لا يكون بيننا وبين الله بعد وحتى لا يكون هناك انتقام من الله تبارك وتعالى لنا او علينا نزاك الله خيار